موسيقى 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 نشف محمد موسيقى enginger كأبي ما شي مكنت. بيه? باركول بيه اتالي اقا? مرشا ريس ما تعرفش محمد اللي لعب تشابيز ليج. هاكو في القاية مزيد ومحمد العلويرا ولا عب تونس لعب في تشابيز ليج. عام قديش محمد كانت ذكر? آآ الفين وثمانية. الفين وثمانية. لعبته مع فريق سلتيغ رانجر زكاك. لعبنا سلتيغ ولكيب درماركي وبعدين بعد احنا مع لحكي شوي بعدين خد كنت في سعودية. سعودية مدرة باي صحيح? آآ عادي جدا نه. آآ في لعبنا سامدوري اليتالي. في تالي. في تالي. واضح. اعطيك الصحة محمد كما قلت اليوم مش نحكيه على الجولة الرابعة ولكن في البداية مش نبديو بالشامبينز ليجة تالق الموبارات لعبة البارح نبديو نبديو باللاعب التونسي علي غرام. اول مباراة ليه البارحة مع الفريق شاختارك اساسي. ولعب كامل في المباراة واول مرة آآ في الشامبينز ليج. آآ دونك خمسة وربعين دقيقة اللي علي غرام اللي لاعب هذا التونسي الواعد نستنيه فيه. اكيد يمكن شواء اللي عام وتاشى اختار بشي بدأ ستيب برا ستيب. هو كوش نحكيه مع محمد اللعب في اوكرانيا. يجب يحكي اكثر على المناخ خديقة وعلى كيفية تأقلم. لكن خمسة وربعين دقيقة اولى لي علي غرام مع الفريق الشاختار اللي خسارت لاتة بلايش مع تال انتا يلعب مع فريق كبير. وصحيح هول مباراة لي ماهيش تكون آآ آآ صن بورسانت هالي طرق. لا كبداية باهية معنات احنا نشجعو. ما تنساس ما تشوات هذوم متاع اللي تشامبيونز ليج. ما تشوات ياخو منهم الاكسبرينز ياخو منهم آآ معنات هيرباح هم في الاكسبرينز متاعه. ما تشوات بهين باش يزيدوا يتاوروه. ارا وشوف هالربح والخسارة الربح تاخو منه والخسارة تاخذ منها زادة. وتنجم تخليك تبرغريسي وتتلافع الاخطاء اللي قدمتها. بنسبة لان احنا فخر انه يكون عنا جوار لعب يلعب في الالشامبيونز ليج. وهذا مش يعود كان بالنفع على المنتخب الوطني التونسي. اللي توي كاية معناتها ننتظره في الدعوة اللي ناس كلها استغربت المرلولة علاش ما تمتش دعته لانه نقوله خاطر ملعبش. لكن طوى هاو قاعد يشارك قاعد يلعب. حاسب رأيي لست حقاقات موجودة انو باش يكون على غرام معناتها في الغدوة اللي استرحتش تاسباحة طارق. تتصور غالي غرام يجم يكون موجود. والله من المفروض لانو انا حاسب رأيي من المفروض لانو لاعب معناتها واعد لاعب قاعد يلعب المفارقات اللي في تونس كي يبدأ في تونس نعيت له كي يبدأ يحترف ومعناتها باش ينور تونس وهذا شرف ليه انو باش يكون في في المنتخب وتعرف رأو المنتخب بيزيد القيمة. دونك المفروض ان احنا نزيد ونقفو معاه ونشجعوه ويستحق انو يكون في المنتخب. دونك اذاك علاش انا حاسب رأيينا لازم تكون الدعوة متوجهة ليه لانو لاعب يلعب في الشامبيونزيك يلعب في الهو نيفو. دونك اه و حتى كي مكونش اساسي ما ميقلقش. يا المفروض انو يكون اساسي. المفروض انو يكون اساسي. علاش انتي تخلق اذا في الماتشوات هذو ما ما تشوفش ما تكونش كو الكونكيرانس وما تعملش الكونكيرانس. وقتاش بش نجربو. بش نجربو في الكوب دافريك ومش نجربو في الماتشوات اللي يكون معناتها الريتم فيها عالي. اه وعلا هذا. اه هي التوليفة بين التالبي والااااااااااا اوي ياسيين مريح. هي هو هذه هي التوليفة اللي تول حاليا اللي نجبا نقول ومأسس عليها المنتخب. اوكي لكن اللي شوفناه في الفيريود الاخرانية ساعات نشوفه ياسيين مريح مش في احسن حالاته. ساعات نشوفنا منصر. اه منصر المنصر الالiger زاده مش في احسن حالاته. دونك هذك علش. نحن نحن نحبوه 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 على غرام قيمة ثابتة قاعد ينور فينا في الأوروبة ماتشوات شامبيونز ليك دونك نخلقو الكونتيرانس كي يلعب ماتشوات هكا ويزيدي كونفيرمي باش الكونتيرانس باهي للناس الكل وقت اللي يبدأ هون مش في فما حتى واحد ذامن بلاستو كي ما نقول الكونكيرونز تخلق لك البرفورمونز حتى في المبارياتهم بعد فهمت دونك هذي هو نحن نطالبو باش الناس كل تاخو الحقة متاحة انها تلعب ولا ترتدي المريول المنتخب واللي اشدر هو اللي يلعب بعد محامد العابد في اوكرانيا تعرف اللي مانيخ بتا اوكرانيا الظروف تا اوكرانيا الشواء اللي عاملوا عليه تراه صحيح ولا ليس يخطو في يعني اول هذي التجربة لي احترافية في عمركي مهك اقرب شوي المايكة انجم هو اللي كان الخيار اللي اختار وعملوا علي ماتا بش يكون احسن اختيار وليام خدهم النجمون تأكد لايام عليش اه محامد؟ بالنسبة لنادي شاختار لي ما يعرفش شاختار دانياسكي من اكثر نوادي اللي تصدر للأوروبا النوادي الكبار كله نحكي لك في 2008-2009-2010 في أوكرانيا وقتها نلعب معنا تحيات زيد لاشرف الخالفيوي كان معنا لاشرف الخالفيوي وتوفيق الصالحي نسبو سعادي درامان تراوليه كان غادي زيدا كيجين بعد الملكلوب كانوا يلعب معنا في الشامبيونات غادي ويليامس في المشيل السيلسي فرندينو المشيل السيتي كوسا المشيل باييرن أدريانو المشيل ميلن معنا برشا برشا ملعبية تعديو عمل بساجة تعديو من شختار دانيسك شختار دانيسك ما يشرب عندها من أقوى كشافين في العالم عباية تمشي تنفسي في جيبك جيبك في ديجوار معنا ديساتون 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 جيبك بسنك مليون و سي مليون دورو معنا في فيوروب براو فلوس لو هذا ساكوت معديزم تجيب لعب واحد معنا عبد ما يتعرفو حتى واحد يجيبو تعتي الدو تروازون في 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 أوكرانيا يلعب بيش تعطي فترنا بيها بيش نجمة تسوقوا اللي تسوقوا للأوروبا بالنسبة لعليا غرام انا توا النجمة انتين فيجا كمية ديانا شهر تالي كنت غادي برغم الحرب كنا في تربس المدربين الاتحاد الأوروبي المدربين وبرغم واترات مسكرة تخنى على بولونيا ندخلوا على الحدود معنا بالواحد كنت غادي وكاذا علي غرام مفرحني بي برشا رو الناس اللي متعرفش وواحد بمالي غريل برح العب كنون سانك مينوت علي مش قاعد يلعبارش مش قاعد يخوفي التونجو وعليش مش على الخطر هو معتا ما يسحقش ولا المثال علي عنده مزوز ملعبية قاعدين تقاعدين نحدي شي عادي نفهم السوامة كبيرة في 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 أوروبا قاعدين يسانيوا بش ياخرجوا واحد هذه السياسة متاع شخطر دانياسك ما تسيئ بجوار الا ما تحط بقعة واحد وتخليه تعديد بيش نهاري يدخل في يدخل للتيناء يلقاه يلقاه هذا معتا نخول انا عليه غرام قاعد ياخو في الطريق الصحيح قاعد يتعلم قاعد يخدم نشوف معتا البرح معتا بيش من نخلش برش في الأمور التكتيكية والأمور هذي ما يجوز برش حاجة بركة البرح نجم علي تعلمها لسيسيرو البرح من 20 منوت 25 منوت اللي صارت لولانية الفوت اللي تتعامل تخذي كارتون معتا اذيك دجاسي طي حط له على ذيك صار الشانجمون انا انا كدلك معتا شنجمون صار ذاك يخاف خاطر سيريس كي وريتم ما اخر مش تقاعد يتعلم بيه قاعد يتعلم ملاعبي هذا من احسر ما عنا في تونس واضح بي بصراح الريال خاصة البرح اللي تتيكو خاصة البرح كيف كيف البايير خاصة البرح فمفاجئة كبيرة البارح في نذكر اللي الريال خاصة مع لي الواحدة اللي تليتيكو خاصة تربع منيش مع اه بمفيكا وبايير خاصة هيا الحقيقة ليلة المفاجئات ليلة المفاجئات خاطر برشي كيبات معناتها اللي مكون ناش نتصورون باشي باشي يخسروا خسروا لكن المهم هو مبعد بالنسبة لي مهمة معنات تعرف دور المجموعات المهم في يخسر لك مبعد في الاخير فمتني تلقى الريال تلقى الناس الكبارات الكل تلقاهم مبعد في محمد الثلاثة اللي يمكن اللعبوا البرح كما الريال ريال حمل لقاب يخسر مع الليل في فرنسا البرح هذا بلايش هستم في لتربح بايير بايير منشن وكيف كيف تليتيكو معوض اتناش تيكو بالاربعة خاصة بالاربعة يعني جمهور التليتيكو يقول لك معه بمفيكا فما تقارف المستوي ترا محمد ولا الفراق مش حاضرة بداية ما كيف يشترا؟ سمحني ديما تشوف ديما في الشامبينزليج اللي مات على ماتش تنجم سير برشة حاجات نشوف المدريد الماتش الخريني معتا ديجا عند الدوتر وماتش مش قاعدة تكون فرمي في اللي مش قاعدة تعملون تجو كبير مازال مازالة ريال مش قاعدة تلقى في الروفير المتاحة مش كيمة بداية كيمة نتعمل معتا فما دي شنجمات مع كينيان كين مضروب واحد معتا ديما ذوما اللي بتي تايا ذوما عندهم كيمة كبيرة في في أوروبا أعطيكم الصحة هكا كمانا من تشامبينزليج بعد الفصل بنرجونا نحكيه على غيب اللي بليلي في المتخب الجزائري كذلك كلام على علي معلول على تجديد العقد مع الأهل المصري بعدنا كان الأهل المصري يمكن ما هوش جد العقد علي معلول هذا كل بعد الفصل مرحبا بالجميع في توسكي سبور معايا كل مطارق زيادة ومحمد عروري مش نحكيه على المنتخب الجزائري واليوم المدرب بيتكوفيتش عن على القايمة الرسمية للمتخب الجزائري مع غيب متواصل للبليلي تارق وتقايم موجود في القايمة كالعادة في المتخب الجزائري البليلي نعرف الشرع الرياضي في جزائر مطلب جماهيري اخر ماتش الناس كل تغني بليلي بليلي اليوم البليلي موجود في القايمة الحقيقة هو معنتها الناس كل الجماهير الجزائرية كل تطالب بالبليلي لكن البليلي نتصور أنا شوية وقت ومش يرجع للمنتخب أه بتنساش توا في معناتها بداية موسم قاعد يخدم لكن تنساش في المنتخب الجزائري كبيرة لأنه في ملاعبين في مستوى عالي لكن مدام مطلب جماهير ينتصور البليلي يستحق انه يكون في المنتخب البليلي ينجم يرجع ويكونفيرمي على شرط انه يخدم في الجمعية متاعه وتعرف تكون في التراجي معناتها تطلع بالتراجي وتلعب وتمركي وتكون معناتها بطبيعة الحال هذا مش ينعكس على المنتخب لكن المنتخب في كبيرة لحقيقة خطر فيما لاعبين معناتها يلعبوا على مستوى عالي معليه كان يخدم على روحه البليلي قيمة ثابتة الناس كل معناه فماش واحد ما يمنش بالبليلي لكن كما قلت لراور في المنتخب الجزائري كونكيرونس كبيرة لأنه عنده لاعبين يلعبوا في مستوى عالي دونك مش تكون الكونكيرونس متاعه آآ كبيرة يلزم يكونفيرمي في التراجي الطبيعة هوم كونفيرمي لحد الآن لكن يزيد اكثر ماك تعرف زادك اذا كل ما يتقدم التراجي في الماتشويت معناتها طال واحد دونك كل ما تزيد اكثر دعوتو للمنتخب تتصور اليوم البيتكوفيتش اضلم بليلي كبداية موسم سخال الخانس مو بيتكوفيتش يحكي على بليلي شو محكيه في الكونفيرنس نسموه ما هي بليلي ما هي بليلي كبداية موسمة ما هي بليلي يجب أن يتقدم يتقدم بليلي ولكنه يترك في الناس موزعه ولكنه يترك في الناس موزعه ولكنه يترك في الناس موزعه هل أعطي اتعطي الى أنفسك من قبل ويقعون من أجل الموزعين لقد أعطي الى الموزع المترجم الى المترجم الى المترجم الى البلايلي المترجم الى المترجم الى المترجم الى البلايلي المترجم الى 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 الم لغروف جديدة. آآ شاك فوه وكل ما يلقاوا فرصة هكا مدرب يلقى فرصة مع تنفيسها باش نجم يزيد يجربة. هو روح وقالها محمد. قال لان عايت الجوارات حبيت نزيد نشوفهم. هذا الفكر. ما انه هو كونفيرمي. فجست هذي. ما انه هو كونفيرمي. دونك حبي يعايت الناس اخرين باش يشوفوا يشوفوا الانتغراسيون فيهم. يعني ترى وصوصة ليها مستتوق. بانسور بانسور. كلمة على توغاي 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 كونفيرمي اللي عادي ما في كل ما براتيكمو في كونليستها موجود حاضر. توغاي كونفيرمي كاعدات وبراتيكمو حتى في التراجي كونفيرمي. قاعد يقدم في اداة ممتاز. آآ في المنتخب زادة نفس الشي. دونك آآ دعوة مستحقة. قاعد يكونفيرمي. آآ وبالنسبة لتوغاي معناتها انسان كونفيرمي في المنتخب الجزاري. آآ توغاي محمد ده هالي قيمة ثابتة توغاي. توغاي توزده بشي عم مشاكل التراجي نعرفه عربع اجانب والناس تقول لك التوغاي يجم يرتاح. وتوغاي قيمة ثابتة يعني يقيمة ريني هاليوم كمتخب الجزاري في كل استاج موجود يعني. كيف كيف. آآ توغاي معتها الحقيقة معتها خاعد يعطي في اضافة كبيرة للتراجي. آآ توغاي معتها اخلاق زادة كيف كيف. اخلاق عالية وفي الجروب زادة عنده قيمة كبيرة في الجروب. معتها نتصور هنا به كيف يبدو عندك جوالات كيمة هكا انترنسيونال معتها في في جمعية معتها اللي تنجم تمشي الخديم. خديم به. سكرنا دوسي البلاليش نحن ندوسي علي معلول علي معلول الناس كل تعرفوا بعض ال اصابة ما هوش موجود في الليستة افريكان آآ تارق علي معلول اللي هبط للبالة حالا ستوريا آآ كانت محبرة برشا ابقى قويا فاقيمتكم لم تنتهي لم تنتهي بعد الستوري هذي قد تفاعلت كبيرة يسها وقاعدين نشوفو فيها في فيم تيفي ابقى قويا فاقصته كان لم تنتهي بعد اليوم ظهر لمساج آآ علي معلول مساج تقرأ في في مصر آآ كل واحده قرأته مكتبع في المصر والصحافة المصرية والشارع على الرياضة اعتاويل لكن علي معلول خنكون شو نحكي وضعيته علي معلول هو مصاب موش موجود في الليستة افريكان فما اخبار اللي هو موش جدد العقد متاعه لكن بعد مباراة اللي اخيرا تاع سوبر كوب بعد ما غلطت المنتدب اللي جي في بلاستو يحيى عطيت الله ضيع ضرب الجازية وغلطت حتى في الهدف في الهدف ما ماش جيجا جموع ماش جيجا جموع غالط دونك اليوم الصحافة المصرية يعني عودت آآ حكايت على علي معلول وحكايت اللي يزم عليه معلول الكونترا يجد خاصة قالت الجمهور ولا طالب عليه معلول العقد متاعه يتفعل يتفعل هو الحقيقة هو عاود راوي الكونترا لكن ما تفعلش لانه المدرب معنات خاطر تعرف غادي راوي الصلاحية الكل عند المدرب لكن هم توقعين قاعدين بحكم الاسابة وبحكم زادة الاجانب اللي موجودين معنات في الليستة متاع النادي الاهلي نحن احنا حكينا قبل شنو اللي سارو تاوي كاية معناتها خاطر هم تاوي كي خسروا سوبر كوب ممكن ولو يراجعوا معناتها في اللي انو البوست هذيك لازمها مثلا كان علي معلول كي ما ينجم يفيدك بالخبرة وبالكسبرينز متاعه لكن تعرف هي الضربة راي اللي فزدت كل شيك وهو كان مش يعاود كان مش معناتها مش يفعلوا الكونترا تاعه وخلاوا الاختيارات زادة حتى للمدرب لان المدرب كان ممكن توجههم تاعه انو مش يمشي مش يجيبوا معناتها مهاجم معناتها مهاجم دو كاليبر خاطر تعرف زادة علي معلول راهو اجنبي دونك هم توقع دو في الدوتا ذاك علاش معناتها ممكن النجم نشوفه علي معلول يرجع للنادي الاهلي ويتفعل الكونترا تاعه وما تنسيش راهو الاسابة في العمور هذي معناتها هو ماذا ده يقرأوا كل شي را الريسك انك مش ترجع بعد الاسابة اسكو مش ترجع في اللي تاع اللي كنت فيها علي معلول وإلا مش تاخو شوية وقت وإلا ما هو هذو مالكل دونك خل نسمعه احمد شبير البارح حكي في وان تايم اليوم صباحة حكي في وان تايم حكي علاقة علي معلول حكي باش شنو اللي صارت والقصة كامل نسمعه علي معلول مبارح كتب حط كده تعليق ابقى قويا فقصتك لم تنتهي بعد هي اتخذت على محملين الحقيقة الاولاني انه هو عليه فضله شهر كده او شهر ونص ان شاء الله يعني اعتقد على نص 11 كده بامر الله سبحانه وتعالى او بعد كده بشوية يكون رجع الملعب يعني فالبعض خدها انه ده هو للنادي الاهلي بيقول له كده انت يعني الدنيا هتمشي بشكل كويس والبعض الاخر قالك انه علي فيه تصريح حصل انه الاهلي حيجيب صفقة جديدة في يناير والاهلي عنده اربع لعيب اجانب فهيبقوا خمسة فدير سالة غير مباشرة علي معلول انه مش هيبقاله مكان في النادي الاهلي وبيقولوا انه علي بدأ يبحث عن عروض وكان هو للامانة علي كان عنده عرض قبل الاصابة يعني كان عنده عرض محترم جدا في قطر قبل الاصابة يعني فوهو انا قلتلك قبل كانه علي ايه كان مزرجن كده وزعلان شوية من ساعة ما حصل التعاقد مع يحيي عطية الله لكن ملتزم جدا منتزم جدا في برنامجه العلاجي وصمم انه يعني يعمل عملية في مصر يعمل عملية طبيعية في مصر انا دايما لايك كلمة ان علي مقدر جدا من ادارة النادي الاهلي ممكن الاهلي يجيب صفقة خمسة ممكن ممكن الاهلي يستغنى عن حد من الموجودين ويعود علي معلول للقيد ممكن ممكن الاهلي يعني يشوف صرفة عشان يبقى على علي معلول ممكن يعني هنا بصراحة القصين مفتوحية يعني القصي افضل مفتوح على مصرعي ضغط جماهيري ان علي معلول يستنى لان علي لعب جامد جدا اه طبعا لعب جامد جدا جدا وتاريخ وحاضر ومستقبل كمان تقول لي عند 34 سنة علي معلول يلعب سنتين 3 مسترية دا لعب محترف وما عندوش ادنى مشكلة واضح هذا هو احمد شبير اللي هو من الناس القراب بارشة الاهلي الاهلي المصري محمد علي معلول قيمة ثابت هذا مو ما ينكر عليه يقول لك مليك الحلول علي عمل ارقام قياسية مع الاهلي صارت اصابة قلت الفريق يلعب سوبر كوب الفريق يلعب وطولة يخامن بش يجيب دبلولو بتاعه الدبلولو بتاعه حسب مراه اول مباراة الاولى يعني اول مباراة يلعب على يا حياتي يا طلاح ما كانش في المستوي بتاع علي معلول دونك برشة كلم على تجديد عقد علي معلول وفما جدل رو في في المجلس درجة الاهلي ناس تقول لك انجدد وفما ناس تقول لك يزي هاو جبنا يا حياتي لا طايت اقلم ويكمل ومعلي مش عنا روح بو علي بالنسبة لعلي معتا خرج من حكاية لاعب في الاهلي هو رمز من رموز الاهلي معتا دي جام من اقدم اللاعبين وسلح التخذيقات فريق في في نادي الاهلي نادي القرن معتا علاقته اكثر ما اكثر ما ملاعب مع نادي آآ علي علي صحيح محبوب برشة في في مصر ومنور كرة تونسية زيدا منور رئاسم تونس في في مصر آآ بومي انا نحكي ديما نحكي انا ديما كنتيك مدرب تاو مكتون تقبل اللاعب نحكي بمنظر بتعمل اللاعب تاو نحكي مع مدرب زيدا فهمة مصلحة متاع مجموعة فهمة مصلحة متاع نادي مدرب اجنبي هذا موش مدرب مصري موش مدرب محلي معتا ناجمين بي يتأثر برشة بالامور هذه خاطر يعرف نهار نهار لي مش مش بش يلقى نهار في التيرام وفي شرق السورس اللي بشي نجمو يجيبو له الرزولتات رو بشي يلقى روحه معتا حد ما يغذر له معتا دي جان معتا برو آآ علي معتا نتصور انا نتصور معتا اللي سانسيال تاو يرجع يرجع يحضر روحه يحضر روحه يرجع معتا يرجع سان بورسان كمبيتتيف يرجع وعلي معتا بإذن الله معتا حتى ما ما يقعدش في الله لي معتا علي باسمه معتا وبالكاليته متاعه النجم يمشي لأقوى جماعيته في الخليج. آآ عندك نضيف؟ بالنسبة لنا اذا اشوف عليه معلول على معلول حل الباب في مصر العدد لاعبين باش يمشيوا على المشيه معلول لكن ما حلش معناتها اللي نحكيه لا الحقيقة تحب ولا تكره علي معلول معناتها عنده فضل كبير انه حل الباب العدد لعبين في مصر باش يمشيوا وينجع ورغم اللي فيما لاعبين اقبل اللعبه. لكن ما حلوش الباب كي مع لي معلول اللي اعطاه بارفو موز. ولا اني راو مش بسهل انك تكون اه معناتها كي ما اقولو اه ليجوند. رامز موز النادي الاهلي. راو مش بسهل. واضح كما انه هكا علي معلول وآآ يوسف اللي بشنرجع لطول بطولتنا بطولة اليوم جولة الرابعة. طارق جولة رابعة بديت. آآ اليوم ما عندها ستة تقايا. كمون بتلاقي جولة رابعة. حوالي ستة تقايا. زرت. آآ لا مباراة سليمان والنجم رياض الساحل اللي تلعبت في ملعب. بآآ سليمان. نعطيكم تشكيلة الفريقين بسرعة. بنسبة اللي طوال علي جمال. سلاح الدين الاخدامسي. ناسي مهنيت. حسام دكدوق. حسام بن عليم. مخلص شوشان. واليد القروي. حسام عبيد. فادي بن شوق. جراق العواني. وفيراج سوات. براتيك مو. نفس تشكيلة متاع المباراة اللي خيرها متى تحت التطوين. آآ سليمان غير نوع الماء. غير عمر بن جاسم عزيز بن محمد. حمزة المبروكي. الهيشري امان الله مجاهد. منصر التريكي. غسان المعتوقي. اوندري دا سيلفا. آآ ماريانو. المنوب الحديد. وآآ فوني. اختيارات آآ آآ صحيب صحيب زروق. زروق طرق. لطوال ما غيرش بعض ثلاث نقات الاخيرة. مباراة زيدة كبيرة اليوم. سليمان يحب يعمل اول انتصار في البطولة عبادوز هزيم وتعادل في بن زرت. كيف كيف لطوال تحب داو مغيرش مجديد في التشكيل. يعني اونشانج باينو كيب كي صحيح هي اونشانج باينو كيب كي قانيا محتوط تحت آآ واقعة النتائج يلزمو يجيب آآ ثلاثة نقاط لانو ضغط كبير شفناها على حمد داو حتى على اللاعبين اللي قاعدين يلعبوا. دونك لازمهم الكمفيرمسيون في الماتش داي. ماتش صعيب سليمان زادة تلعب سليمان. دونك مش بالسهل. آآ اكيد هو لازم يعطي فيه مثيقة لانو آآ ما عندوش آآ معناتها آآ خيارات كبيرة حسب رأيانا اللاعبين اضمهم لازم يعطيهم اكثر تندجو و لازم يعطيهم اكثر ثقة باش وعليهم زادة هوم كان يكون فيرمي و ويزيدوا آآ لانو راو اشوف الانجان الكورور كان مريول لتوار راو مريول كبير و مريول رزين على برشة معناتها جوارات دونك اذا ما تكونش عندك الفرس دي كاراكتير وتكون عندك العزيمة باش آآ اول حاجة تعمل راحو كثنين للنادي اللي انتي فيه آآ راو عندها جمهور صعيب دونك آآ معليهم كان آآ اللي نشوفه لازم التأكيد ما عندهم شخيار كان آآ آآ ثم لاعبين تعرف انتي لاعبين اش دد ولاعبين ناقسي الريتم بتاع ماتشويت دونك لازمهم شوية وقت حتى الريتم بتاع ماتشويت لكن المشكلة المعادلة الصعيبة هي شنية انو ما بين تعطيهم تنجو ومع بين آآ الريزيلتات خاطر طوى معاشي راو شو تنجم تخسر كونتر المستير ويقول لك او كي خاطر المستير حاضر اخير من من اللي توال لكن كونتر مثلا تتاوين ولا كونتر المرسة ولا كونتر نحكي لك مع كل احترامات الجمعية الكل يعني اللي توال يقول لك انتي فافوريزي و لازمك تجيب النقاط دونك حسب ريانا ماتش متاع ثلاثة نقاط آآ فيه برشة بريسيون خاصة تن على لاعبين النجم وإن شاء الله نشوفوه ماتش به إن شاء الله محمد آآ كي ما لاحب سابق في الاتوال اليوم الاتوال آآ صفحة جديدة لاعبين عندهم جدد لاعبين معانده مش برشة في سقيام دونك يزم اللي هنا يقول لك اي فني يجي او آآ يحكي على الاتوال يقول لك يزم شوية صبر يزم شوية وقت للفريق باش تلقى التوليفة متاحة باش تجواليات يقضون جوء اكد توتا في معاته في جامعة الكبار رقم في جامعة الكبار صرتو آآ الاربع الكبار في تونس معاته يزم شوية وقت يتلقى باش تبني جامعية باش تبني جامعية رو سعي برش وصرتو يزم يفهموا العبيد اللي جواليات اللي جيبت الجنة واللي طوالي خرانين معاته موش كومتيتيف معاته يزموا موقت خلطوا ماخر مشاكل المادية من اللول وكذا 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 معاته معالي لزلطاء ممشيتش معاته فالياته يزموا العبيد تفهم اللي اذو ما هروم ومش مكينات ومش دماشين معت تنزل على البوتون ويزمك تخدم وتع تنتش ذلك معت يزمك شوية وقت مو المشكلة مو المشكلة بارك المشكلة البريسيون بتاع الجمهور الجمهور ما يصبر لك شبكة الاشكلية في الوقت شو في الدومينات الكل ما نصبرش نتي تبدأ جيعان ما تصبرش بس يمشي مية متر وش تاكل ما تصبرش بلنا طواء خلطوا بزعيا خلطوا فيها خلطوا ماته معاليها كنخلو معاته نحنا ايزم الناس كلنا نصبر نعمو عنا الفلوس لعنا لحد شي في البلاد ما باشنا هو كور معاته تيرانيات نصبر شوية عد بش نعاودو نبنيو بنادنا ونعاودو نعابنو كورة جديدة ونعملو تيرانيات الجدو وكاذي زي ما نصبرو كسينو عدو كل شي كنقول مرة بش عمو اربعة كاتروا 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 عدو كل شي ببدل ناحية لون مو اش ناحية مو اش ناحية المدرب ناحية المدرب ايه سمعني بجي مدرب ايخ جي مدرب ايخ شو بتخلك اخو لك كوي دو ما ممشيو شو معي الجوالات تبادل جوالات وتبادل مدرب زي ما شي مع ربعة مات شو تخرين يمو يا بيدة زي دو نصبرو شوية نصبرو شوية ونفهم وراو اسمعني بش تبني جمعية رو يزمك وقت كيمة الدار يزمك تخلها وقت وفي تنفس وكاذي طيب نسمع نشوفه كورة طيب في تونس نحن نشوفه مشاكلة نحن خاطر نسمعه في كلامات اكاو نسمعه في كلامات انتي ما مقتنع بالمدرب انتي جبت مدرب على جبته مقتنع به في شهر مش تعرفه ومتعرفوش في شهر انت اعطيه وقته ومشيب جوار زده كيف كيف اعطيه وقته باشه مو على الاقل كي تاخد ديسيزيون بعد تقول انا سيد هذا السيبون اعطيته وقته ومشي عاروه واضح به ان نحكيه على المبارات الفانية اللي تلعب هي الجولة كل تلعب اليوم في اليوم فرض وقت الناس كل المبارات الفانية نمشيه للمتلوي مبارات المتلوي والتراجي نعطيك بتشكيلة التراجي من الله من ميشة رائد بوشنيبة ايمان بن محمد محمد امين توقاي ياسيم رياح كوناتي لاير عزوني حسيمة قاي يانساس زيندين كده يوسف اه البليري فيمتك على اشترك حكتر ايه عفض بالنسبة للمتلوي موهيب الشامخة حمدي هليل اه مزهود هيشم خليفة يوس محمد امين بن عمار بو بكر با شريف بوديين نبي سيلا محمد صيدق نقازو واحمد بوزيز تذي اختيارات ايمان بن يونس اه كاردوزو اه عجيلة ليسار غير تخالي لايمان بن محمد في محور دفاع قاعدة اه بيدو في وسط الميدان يبدأ بلالي العزوني وحسيمة قاي ويانساس وكوناتي وفي الهجوم يوسف البليري وزيندين كده صحيح تغيرات معناتها الحقيقة كما كنت لك اقبال كنت لك راو كاردوزو موشي يكمل بنفس الخاصة في التركيبة متاع وسط الميدان اذا هو اللي سار استحققت متاع لاري العزوني وكونتي اللي قاعدين يقدموا في مردود ممتاز اخر المبارات لعبوا باركاز الزوز مباريات اللي لعبوا فيهم بشهدت الناس الكل يلسون كونفيرمي يلسون معناتها لكن التأكيد مش يزيد ماتش صعيب زادة في المتلوي في المتلوي ماتش صعيب وزيد حاجة اخرى انا الحاجة الباية انه اعطاها اه شوفوا معناتها الاماكر الراهي تتفك ما تهتديهش كادا معناتها قاعد يكونفيرمي من ماتش الماتش كل ماتش ويت وين هبت وين لعب اه معناتها عمل بريستاسيون بيها اه اخذها فورستو اليوم ان شاء الله يكونفيرمي واحنا نفرحوا انه اه جوار معناتها ولا اتاكان احنا تونس كاملتلوج على اتاكان ان شاء الله علاش لها هو لا 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 يخو فورستو الاصر ليانا ما مش اتاكو اتاكو شوف راي الكورة ما فيهاش معناتها ذواب تصحيح فما جوارات تبدلت كارييرهم كان اتاكون ولا ديفونسور ولا ولا اريير وعمل كاريير كبيرة والعكس بالعكس كان ديفونسور ولا مليو التيران وتبدلت البوستو متاعه وعمل الكاريير متاعه واكبر مثال متاع بنزرت عملك صحي دونك معناتها بالنسبة لي انا اذا مشاه في البوست اذيك وليه برفورمون وعليش ليه قاعد يمركي كل ماتش يدونك علش ليه ما نشوفوه شو هو بتبعه راو بالتأكيد راو يلزم هو يأكد انا نحكي توا حسب الجولات هذوم حسب المبارات الاخيرة واللي قبار به محمد ديما مشكل التالجي مشكل الجنب اليوم اختار الجنب اختار ككوناتي اختار يوسف البليري توقاي ويانساس هو الارب الرباعي اللي اختارهم اليوم كاردوزو اه في توليفها ليختارها اليوم مباراة نجم المتلوي خلق اولوه على البنك روجاولي ومكوينه بو معتا من حق المدرر معتا بشي بشي غير ويشوف خطر اكثر واحد معتا قاعد يباشر معتا معال اللعبية معتا سولون زد الادفرسير زد كيف 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 موش ساتونيزيان كمس ساتونيزيان ترعب معتا فهمة دي بوان معتا يختلفوا يخدم عليهم المدرب من المبارات للمبارات التراجي معتا لجانب معتا لحقيقة معتا يجب ان يكونوا اكثر معا لغروب سرتو يترانجي معتا نخول الحاجة بل كنا تراجي يكون راتيت شوائي الفاز ويباراتيون مع الماتشويت لم يكولي عملوها مع الماتشويت صغار برشرة معتا دي جا الحقيقة معتا باش تنجم طلع في النبو ركز مك يزمك معتا ماتشويت الباهين معتا في نبو معين باش الجور معتا يستينس معتا بالترافاي فيزيكي اللي يلقاه وترافاي منطال اللي يلقاه نخول انا معتا التراجي معتا يزم شوية وقت ما يقعد في التيق الصحيح به التراجي برش انتقادات خاصتان بعد ماتش الاخراني اليوم تراجي يزم انتصر يزم يظهر يزم يلعب مباراتك كبيرة كبيرة وبرش انتقادات حتى فما كلام ونقد على اختيارات الكالدوز وطلق صحيح وله هي فما نقطين انا باش نحكي فيها ممكن الاختيارات ما تنساش اللي احنا في الشومبينام تاعنا عنا كان اربعة اجانب دونك اه الاختيارات صعيبة على حسب رأينا لانه هو ساعات ينجم يكون مقتنع بجوارات ويحب يلعبهم لكن الاختيارات تمتع الاربعة اللي معناتها هذيك هي اللي تخليله اكثر صعوبة اه لكن انا حسب رأينا معناتها راول كاردوزو اه راول مدام ما النتيج تربح دونك راهي اه معناتها النقد نقد ده تعرف اش نقد في الاداة راول مشكلة هيك الكلام تلعب لعبية طالق الناس كل تحبته على الاداة ولكن راول لك حتى يلعب لك اللي تقلي عنها اليوم حتى خيار كان يلعب اداء ونتيجة لكن راو سعيب تعرف علش سعيب لانك انت بش تبدأ نتائج واداء ما بعضها خاصة طو تنجم اوكي تلعب اه زوز طلافة ما تشويت بهين ومبعد انت ديما احنا شنون نطلب انطلبوا بالنتيجة قبل الاداء شمبيونام تاعنا راوة ولا حتى في الواحد انت تشوفها ساعات حتى في الريال للريال ساعات تربح ما تشويت ويكون الأداء معناتها مش ماتش مش ثنين مش ثلاث لكن ذا هو الكورة راهي أداء ونتيجة لكن الصعيبة المعادلة صعيبة ذا تشاطروا راهي محمد والله سعى في تاريخ الممارد لا عادي 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 نقول هنا في الجماعة الكبار ماكش تلع فيه معتها تلع في دوترو ماكش كبار معتها كاو معتها كاليبر به سينو الأخرين معتها نرمال مو يزمك تكون بالرنفورس مو اللي يجابه لك الحمد المدب معتها بجوالي الموجودين بالكاليتين الموجودة في التراجي معتها نرمال مو معتها ماكش مطلب معتها بش تخاموا مبارشة في الموضوع هذا يزمك ديما عندك فهم أداء وفهم النتيجة كنشوف هنا مجوز حاجة بركة مهدي اللي هنعم لانا زادا نمشي في التوجه زادا نقول لانا التوجه زدال الإدارات نقطة مهمة كبيرة برشا محكيوش في العباد هذي توجه الإدارات هنا كنجيب انتونيرو شنو الفيلزوفين تياغو شنو الفكر متياغو ساعة نجيب مدربة متاع تيوح يلا في فرنسا مثال هنا كل عام نحنا في التوال في بزرفيتش 2004 عجبونا بزرفيتش مرني في سوشو نرعبو فينال شمبيونز ليج نرعبو فينال شمبيونز ليج نرخا نرخا وروح نخول لكو اللي زريير ميتلعوش النوصيوم متاع بلوك وساكورو كذير في جماعية في جماعية الكبار ليه جماعية الكبار متالب باش تتلعو وطعم اللي مونتي وتمشي وتخلق هذا هو علش أخولي أن ديما أخولي الفكر متاع المدرب واضح نعم مباراة الثانية كما قلت التاري جراذي تونسي في متلاوي مع نجم المتلاوي نمشي لمباراة الثالثة في باردو بقى قريبة الهناي في هيدين نايفر الملعب الملعب التونسي وامير كانزاري وابناء ميال كازارتي أمام السيابي واسامي القفصي ثاني مباراة لي مع السيابي نمشي مباشرة الملعب خانشوفوا مبعوثنا الخاص ويسام بالحسين يشعكينا على تشكيل الفريقين وصارت حات في الملعب مرحبا بك مهدي تحية لك وتحية لكل مستمعين في ايسام بالفعل كما قلت تحتي مهدي الهناي في مباشرة من المراكب الهيدين نايفر في باردو مباراة الدرجة زمن الرابعة زهاب من رابط المحبرة الأولى الكورت القدم الملعب التونسي وضيفه النادي رياضي بنزارتي يقبل منحته على التشكيلة وتفاصيل المباراة واخر اخبار الفرح الزوز لكن صارت حنفة صغيرة لأنه يقبل المباراة تقريبا أكثر من ساعة أحد الإطارات الأمنية لأنه المكلفين بتأمين المباراة كانت تعرض لأزمة تحية نحكي على أزمة قلبية الحمد لله أنه كان موجود الطبيب الخاص بالنادي رياضي بنزارتي اللي قام بالإسعافات الأولية يوسف هنا يا ناسمه موسيم يوسف هنا هو الطبيب الخاص للنادي رياضي بنزارتي يوسف هنا تحية ليه لأخيخة كما قلنا قام بالإسعافات الأولية وتمكن من خلينا نقوله أنه ينقذ الأمن اللي تعرض للحافة للتحية رياضي الشغيرة بعد تم استدعاء يعني كما أقوله لابلونس وتم نقل الأمن للمستشفى نتمنى يقوله أكيد أنه يكون بصحة جيدة أكيد كيف في اليوم إن شاء الله الحال هذه يتمر على خير نمشيه للمباراة مهدي والأخبار بتاع الزوز في رقل في رقل الغايف اليوم السيابية يبحث على أول انتصار ديه في البطولة اليوم بعد زوز تعادلات وهزيمة في الثلاثة جولات الأولى السيابية موجود في المركز 13 في البطولة يأخر مباراة كان تعادل مع مستقبل السيمين في بنزارتي بالنسبة للملعب التونتي في الثلاث مول التاسعة بعد هزيمة وتعادل وانتصار أربع نخات للملعب التونتي أخر مباراة ليه كان في رتس وتعادل الثلاثين مع الترجل الرياضي التونتي في مباراة كبيرة كان قدمها للملعب التونتي المروخ للتشكيلة الأساسية للزوز في رقل اليوم لديه بالضيوف السيادية 35 اثنين هو رسم التكتيكي للمدرب شامل جفصي في حرف المرمى أشرف كدير في الأكس أبدو سيدة محمد أمين عليلا وافرة العكرمي عليمين نرقاوه عزيز القاسمي عليسار اللاعب عليدينا بوعليدي في وسلميدان أشرف الفرشيشي أيم العمري والحسن كانتي وفي الهجوم نرقاوه المهاجم ممار ديوب سيدة والمهاجم أحمد العمري بالنسبة للبنك الاحتياط قيس العمدوني ياسينا المشرجي ياسر المشرجي عفوان إبراهيم سيسوكو رأينا الرحيني ياد الميداني ملك دوكاليك زياد العلوي رأينا المشرجي وخليل بلبون هذه تشكيلة واحتياتي الندري هذه البنزارتي اللي عاول عليهم المدرب شامل جفصي بالنسبة للمرعب التونتي ساميه ليل في حراس المرمى ماروينة الصحراوي ايد معروف نيرال عيفي هادي خلف أبنر موجيشا يسق أمارو إسوف توري غازي العيدي بن المجري واستدخل قديدة 24 ورسم التكتيكي لمهر التنزاري اليوم جدنا عودة غازي العيدي بعد استفاقه للعقوبة اللي كانت مسالة عليهم الرأة غازي العيدي رجع اليوم للتشكيلة الاساسية في مقابل زوز تغييرات كانوا في تشكيلة السيابية مهدي نعطيكم اللعبين الاحتياتيين للملعب التونتي عاطف التخيري في حراس المرمى والورغمي اوكبزو اوكبزو عفوا نيوسف السعف راين السميعلي امات ندعو خليل عياري منصف الغربي واحمد البجي المدرب كما نعرفوا الناس كل مهر التنزاري نذكروا الإطار مرة أخرى جولة الرابعة ذهب من البطولة هنا في مراكبة برضو الملعب التونتي يستضيف الاسيابية مباراة تطلع بدون حضور الزمور اخر مباراة بين الزوز في راق كانت في نهائي كأس تونس والانتسار كانت للملعب التونتي واللي رفع الكأس متاعه كما أقوله مهدي الورغة لمباراة تشكيلة وكل أخبار الزوز في راق كالصح على كل التوضيحات والوصف وصف دقيق جدا لهذه المباراة أنا دي بنزرتي أول مباراة اللي سامي القفصي خارج الديار أول مباراة الثيابية في هذا الموزر تلعب كثيرا في المحور الديفاع الملعب التونسي اللي يعمل مباراة كبيرة في التراجي نفس مش نفس المباراة تعرفوا المباراة تختلف وظروف تختلف والملعب كذلك كل الظروف تختلف من مباراة المباراة تختلف حتى الجاهزية متاع اللاعبين حتى ما تنسيش جدا حتى الغازي تخل في التشكيلة معلتها مش نفس التشكيلة مش نفس الرسم التكتيكي فم برش حاجات ما تنسيش حاجة أخرى صيابي عندها مدة ما انتصرتش الملعب التونسي للتأكيد معلتها باشي الحقيقة مباراة معلتها متاع خمسين خمسين ما فماش معلتها تقول انت على الأخرى بنزرت من نحسن الفرق اللي أنا شخصيا تعجبني عندها ناكن تقولها مش مش معاة مباراة عن نقطة فقط وثلاثة مباراة نجم نقول زوز نقاط عفوا وثلاثة مباراة هي صحيح معلتها التجسيم تعرف راكمة الكورة شنية أهداف ما غيره ما تسجلش لا تفوز ولا تنجم حتى تتعادل دونك بالناس باليانة معناتها لازم يلقى الحل ونتصور انه اللاقين الحل بانه من تدب المهاجم سيسمو زياد العلوي العلوي دونك مع العمري دونك نتصور صيح يعطى آآ حاجات باهية في المباريات اللي ريناهم الكول كأساسي وحتى كنتخل دونك العادة ما ماهر كان زيدي ما يفرض ويلعب اللعبين الشبان اللي يستحقوا يلعبونه دون ماهر معتا ميزة من الميزات المتاعه معتا خاص المخاصلات تاعه معتا اللي من الزنتنور معتا ميخافوش عطي الفورسة اللي جون معتا يمن بالشباب متجربتم بعد من المتخب الشبان في المتخبت شبان في الجامعة في الجامعة معتا ديجا معتا خطيتلو اعتدتو معتا آآ السبور اخر وو وانفي اخر باش ينجمي آآ يمن بالكاليتين بتاع اللي جون اذوما ميهل كيما كيما خول معتا كيما كيما سي فوزي اقبل ميخول ميخوت فراموط تريخ شوية بتاع فوزي البنزرط اللي ميخافش كي يعطي الفرصة للصغار آآ الولاد زوز يمكن اكثر ميهل يمكن اكثر ميهل ميهل خطر ميهل خطر يلعب اكثر من لاحد معنا تعادي تنقى اربعة خمسة لعين انا كنشوف اليران بارك منتخب لواسط اي مو متنسيش تبليجيك باش نجم باش نجم تبدأ يزمك تبدأ بهم آآ نتصور معتها مع المبارات بشيكون مبارات صعيبة على الزوز صعيبة على الزوز حتى كل المبارات عندها حقيقة لجورجي معتها كيفية بشيكون هذا هو اللي يحكو في المبارات بح اليوم المبارات الكام ماذا هالي ندي الفريق وتار الجرجيس زوز الفلاق اللي عنده بسع نقاط ثلاثة على ثلاثة للفلاق هذية مبارات آآ نستنيم فيها دارة ونص تبدأ اليوم في منعب رادس كيفاش تحكم عن مبارات هذية تارجي رزيز بشي غير في الرسم التكتيك تصور في رادس أم سيفجأ ندي الفريقي أنا حاس برأي أن المرمو يلعب على إمكانيات متاعه تارجي رزيز قاعد لحد الآن شفت معناتها معناتها عارفين رواح اللاعبين شنو يعملون معناتها لكن أمام النادي الفريقي في رادس النادي الفريقي زي اللي شفنا وجه طيب مغيب علي يوسف المحور لاعب المحور اللي بليوم مايلعبش اللعب في بلاست وياسين بوعبيت أكيد الحقيقة أنا ثلاثة كيف كيف معناتها ثلاثة لاعبين محوريين ممتازين نصور علي يوسف أنا لاعب ممتاز جدا لا تعرف ممكن فعلي يوسف شيفوتهم أنه صغير ولاعب منتخب الاثنين ما همش لاعبين منتخب حتى 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 اللاعب الليبي زيت كل جهور نجم يخرج بكرة ما يخاف يطلع تكنيك مو تكنيك مو عنا عنا مدة خالد بدرة إذا نذكرني بخالد بدرة ما عتها في اللي يعمل الفوتبول الموديرني قاعد يسير طوى في البرة يشوفوا البرة في الاكسيا اللي يطلع بطولة ويمسي وفهمت هو اللي يعمل لكن زادة الأولاد اللي يلعب بعبيد و حمزة عبدا عندهم أرقام خاصة في الثنائيات في التداخلات عندهم زادة رولانس باهي الممكن هو أكثر فاش هو أنه في معناتها في يعمل سويا في الوسط معناتها يكمل نشوفوه جماعة الكبار جماعة الكبار أغلبية الكلوب اللي بشارع بضدهم يسكرون لك تحاول تلوج في السورنونبر السورنونبر هو ذاك اللي بشاعة الديفرينس أهم شيء أهم شيء أنك تبدأ الهجم وكي تبدأ الهجمة معناتها عندك وإلا يبدأ يلونسي لك الهجمة وإلا خاصة لزاكسيو لذلك سيطلطة في مشي تعمل السيبرير روتين أمريكو مش تمشي أكثر لقدام ثلاثة الهجوم لديفريق السرار في بلايل آيت ميزك وحمد اللعب يتصور بشي خليهم بالمدرب تصور ما يبدلش نتصور 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 ويدخل سيمو كولا اللعب اللي يعطاها سمحني الخذراوي ملعبش الماتش قفسها تخل شوية لعب لكن اليوم ما يلعبش تصور انت سيمو كولا ممتاز لعب سيمو كولا اللعب وسط الميدان اللي عنا برش مرنش في الهجوم الموجود كما هكيك محمد ولا تصور اللعب حبتخلي نتصور بشي كامل بي بشي كامل بي خذرا ما ديجا بعد ما تش قفسها ناس كل تحكالي اي ديجا معتا طريقة لعب وفي اي متى مش باعد انا لحقيقة عجبني المدرب في اكتشاف ايت ملك معناتها في حاجة جديدة اكثر ديناميك لا باش شوف ايت ملك ناس لعب في باجا لعب في الملعب التونس لعب في المستير ناس الكل تلعب فيه كمعناتها جناح يمين ولا يسار لكن سير طو معناتها تشوف والارقام في 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 عارتها يبدأ يلعب في الوسط ويمشي كمان ديس دونك معناتها حتى الاستحقاقات الناس الكل هتو ولا تحكي عليها على المنتخب اللي تحب ولا تكره ايت ملك من قبل هو يلعب لكن الحقيقة استحقاق المدرب اللي يكتشف معناتها في هذي يكتشف البرفرمانس متاع وإن شاء الله يكون مفيد بي احنا احنا مذابين ديما الجوار يبرزوا في احسن تخليهم نشوفهم في في احسن حالاتهم نزلوا تحثة مباراية سيساس وقفصة اتحاد مونسير وبنقردين واتحاد التاوين ومستقبل جيبس هذه الجورنية الرابعة اللي حكينا عليها شكرا لك تارق عطيك صاحب ومحمد عطيك صاحب برحب بيك وسعيد جدا اللي انت كنت بعدين اليوم جيكم ميسم في الميتيو بعدك عحمد في الأخبار غدوة كنفس التوقيت تسكي اسبور غدوة بتحكيو برشي على قائمة المتخب قائمة فوزي البنزرتي تسكي اسبور وينت